أثارت خطوة الإنقلابيين بتشكيل مجلس سياسي في 28 من يوليو الماضي جدلاً كبيراً وقوبلت برفض دولي وإقليمي بداية الرفض كان من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي اعتبر هذا الإعلان تعارضاً مع اتفاقية السلام وانتهاكاً قوياً للقرار الأممي 22-16 كما يعد خرقاً واضحاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية أما واشنطن وعلى لسان سفيرها لدى اليمن ماثيو تولر فاعتبرت الإعلان هذا مخالفاً لدستور الجمهورية اليمنية والمرجعيات الوطنية والدولية والغرض منه عرقلة المساعي الدولية المبدولة بدوره قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن المجلس السياسي المعلن يعتبر تحدياً للدستور اليمني ويقوض عملية السلام قبله وصف وزير الخارجية التركي مولود أغلو هذا المجلس بغير الشرعي ويشكل هجوماً كبيراً ثانياً ضد الشرعية الدستورية في اليمن ولن يساهم إيجاباً في المشاورات الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة الاتحاد الأوروبي هو أيضاً أكد أن هذا المجلس يتنافى مع التزامات الحوثيين وصالح إزاء مشاورات السلام ويقوض بصورة أكبر فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة كذلك اعتبره التعالف العربي المساند للشرعية نسفاً لمشاورات السلام وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية مجلس التعاون الخليجي هو الآخر عد هذا الاتفاق خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن ذات الصلة باليمن والمرجعيات الوطنية كذلك قالت الجامعة العربية إن هذا المجلس ينذر بحدوث المزيد من الانقسامات بين الأطراف المعنية بالعملية السياسية ويعرقل جهود التواصل إلى السلام في اليمن بدوره قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن هذا المجلس محاولة يائسة لمن انقلب على الشرعية وأشبه بورق التوت وتخبط جديد يدفع ثمنه اليمنيون أما البرلمان العربي فاعتبر هذا المجلس مخالفة صريحة للدستور اليمني وامتداداً للممارسات الإنقلابية على الشعب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر